في العام الخامس من بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد اشتد أدى الكفار على المسلمين فاجتمع رسول الله سراً بابن عمه جعفر بن أبي طالب وأخبره برغبته في أن يهاجر مئة من المسلمين إلى الحبشة ليكون للمسلمين قاعدة خارج مكة ولماذا الحبشة يا رسول الله؟ قال الرسول لأنها القوة الثالثة في العالم وبها ملك عادل هو النجاشي أصحمه لا يظلم عنده أحد وهل سيكون كل المهاجرين معي من ضعفاء المسلمين؟ قال صلى الله عليه وسلم لا يا جعفر سيكون معك الزبير بن العوام وعثمان بن عفان ورقية ابنتي زوجة عثمان وعبد الرحمن بن عوف وأم حبيبة ابنة أبي سفيان أريد أن يفهم النجاشي أنني أرسلت إليه مع عامة المسلمين بعضا من سادة قريش ومن قبائل متفرقة حتى إذا أرادت قريش أن تسترجعهم من عنده رفض أن يسلمهم لها وما هي خطة خروجنا من مكة سرا؟ قال النبي ستخرجون ليلا كل من منزله ولن تتجمعوا إلا عند ساحل جدة هناك ستجدون مركبين كبيرين تسافرون فيهما إلى الحبشة بإذن الله غضبت قريش لهجرة المسلمين إلى الحبشة خشيت أن يقلبوا عليهم النجاشي ويفسدوا علاقته التجارية مع مكة وأرسلوا إليه صديقه عمر بن العاص ليسترد منه المسلمين المهاجرين إليه ولم يكن عمر قد أسلم بعد إنهم مجموعة من سفهائنا لا يمثلون إلا القليل ونخشى أن يفسدوا ما بيننا وبينك أيها الملك العظيم أيها البطارقة أسمعتم ما قاله عمر بن العاص؟ نعم ونؤيده في ذلك لابد أن يرحل المسلمون عن بلادنا لقد تركوا دين آبائهم ولم يدخلوا في ديننا دين المسيحية لا والله لن أطردهم من بلدي حتى أسمعهم فإن كانوا على الحق أبقيتهم معنا وإن كانوا غير ذلك سلمتهم إليك يا عمر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جعفر ما هذا الدين الذي من أجله فرطتم في دين آبائكم؟ أيها الملك كنا قوم جاهلية نأتي الفواحش ونأكل الميتة ونسيء الجوار ونقطع الأرحام ويأكل القوي مننا الضعيف حتى أرسل الله إلينا رسولاً نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافاً فأمرنا أن نعبد الله وحده وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الأرحام وحسن الجوار فعد علينا قومنا فعذبونا وظلمونا فلما قهرونا خرجنا من أرضنا إلى بلادك وظننا أن لن نظلم عندك واخترناك عن من سواك وقال لنا نبينا إنه لا يظلم عندك أحد أطل علي شيئاً مما يقوله نبيك بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكاناً شرقياً فاتخذت من دونهم حجاباً فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشراً سوياً قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاماً زكيا صدق الله العظيم أبكيت لا يا جعفر إن هذا الكلام وما جاء به عيسى ليخرج من مشكات واحدة ومصدر واحد اذهبوا فوالله لن أسلمكم أبداً لعمر ومن معه انتظر أيها الملك إنهم يقولون في عيسى قولاً غير الذي تقولون ماذا تقولون في عيسى؟ نقول ما قاله ربنا عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والله ما قال عيسى غير ذلك أنتم باقون في بلدي آمنون يا عمر بن العاص خذ هداياك وعد إلى بلدك إِنِّي لَا أَقْبَلُ الرِّشْوَةَ فِي دِينِ اللَّهِ بعدها بقليل تعرفون أني مهدد بخطر الثورة علي والله ما جئنا من أجل ذلك ولو أمرتنا لتركنا بلدك في الحال لا يا جعفر غداً أجتمع بقومي وأحاول أن أخمد هذه الثورة وسأجهز لكم مركبين في البحر فإذا نجحت في إخماد الثورة بقيتم معنا وإذا فاشلت وقام الناس علي هربتم أنتم بالمركبين قبل أن يمسكم أي أذى وأنت أيها الملك لا تقلق بشأن يا جعفر أنتم مئة وأنا واحد إذا حدث لي مكروه أكون قد أسرت أو قتلت فداءً لهذا الدين العظيم نجح النجاشي في إخماد الثورة وبقي المسلمون في بلاده حتى استقر الأمر للرسول في المدينة المنورة وعقد صلح الحديبية مع مشرك مكة فأرسل إلى جعفر وأصحابه بترك الحبشة والذهاب إلى المدينة يقوى الإسلام يوماً بعد يوم وأخشى أن يأتي اليوم الذي يفتح فيه محمد مكة ويقتلنا فيها أو يطردنا منها يبدو أنك تفكر في شيء يا عمر أبحث عن مكان نأمن فيه خارج مكة ولا أرى إلا الحبشة التي يحكمها صديقي النجاشي هل نهاجر إلى الحبشة؟ أفضل من أن نذل في مكة سأجمع للنجاشي كل ما يحب من الهدايا وأنا على ثقة من أنه سيقبلنا في بلده جئتنا من مكة بهدايا رائعة يا عمر لا نستطيع ردها فضلك علي عظيم أيها الملك وأرجو أن تؤويني أنا وأصحابي في بلدك حتى تستقر الأمور في مكة تخشى من أن يفتحها محمد وأصحابه وأنت على غير دينهم؟ ليس لي غيرك ألجأ إليه مرحبا بك وبأصحابك في بلدي يا عمر أشكرك على كرمك وفضلك ولكني رأيت واحدا من أعدائنا خارجا من عندك الآن تقصد عمرا الضمري؟ إنه واحد من أصحاب محمد سلمه لي لأقتله مقابل من قاتل من أبناء قريش في معاركنا السابقة ويحك يا عمر أتريدني أن أسلمك مبعوث رسول الله لتقتله؟ تقول على محمد رسول الله؟ نعم هو رسول الله وخاتم النبيين هو النبي أحمد المذكور عندنا في الإنجيل ورب الكعبة لم أصدقهم عندما قالوا لي إنك أسلمت سراً وكيف لا أسلم؟ وقد عرفت أن الإسلام هو الدين الحق وملكك؟ ألا تخشى عليه؟ علمني الإسلام أن لا أخشى إلا الله أنت أيضاً يا عمر لا بد أن تسلم أنا؟ أسلم؟ نعم أنت صديقي وأعرفك جيداً عقلك يقول لك إن الإسلام هو الدين الحق وإنه الدين القادم لا محالة ولكنك تحسبها بطريقة قائد عسكري تنتظر أن ترى إلى ما سيصل الإسلام فإذا تغلب على الشرك آمنت به وإذا تغلبت قريش ظللت معهم ساعتها يا عمر ستكون لحقت بالإسلام بعدما انتصر أما الآن فيمكنك أن تكون سبباً في نصرته أتريدني أن أسلم الآن؟ بل هذا ما تريده أنت وترفض أن تواجه به نفسك أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله أسلم عمر بن العاص على يد النجاشي أصحمه وأصبح بذلك الصحابي الوحيد في تاريخ الإسلام الذي أسلم على يد واحد من التابعين ذلك لأن عمر قد عاد إلى رسول الله وأصبح واحداً من الصحابة أما النجاشي فلم يرى الرسول طيلة حياته في شهر رجب من السنة التاسعة للهجرة توفي النجاشي صلى الرسول بالصحابة صلاة الغائب على النجاشي أصحمه كانت المرة الوحيدة التي يصلي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم على غائب مات من المسلمين وقد سنت صلاة الغائب بعدها ولم تكن معروفة من قبل عند المسلمين مات النجاشي الذي تواضع للحق وأسلم لله رب العالمين وكاد أن يخسر ملكه بسبب إسلامه وظل التاريخ يذكره بأنه الملك العادل الذي لم يظلم عنده أحد